اختتمت فعليات اليوم الثاني والأخير لدورة سادسة لقيمة المشاركة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وانعقدت القيمة الأفريقية الأوروبية في دوراتها الحالية تحت عنوان أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030 حيث اجتمع قادة وقبار مسؤول حكومات أكثر من خمسين دولة أعضاء في الاتحادين الأفريقي والأوروبية لتجديد وتعمق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمارات أفريقية أوروبية طموحة فضلا عن بحث التحديات العالمية الراهنة